يقول الدكتور بيرغ هل تعلم أن سر الصحة المثالية الذي تبحث عنه قد يكون في أكثر الأطعمة إثارة للجدل؟ وهل تدرك أن ما تم إخبارك به طوال حياتك عن اللحوم الحمراء قد يكون مجرد خرافات علمية؟ حقائق مذهلة وأسرار صادمة يكشفها هذا التحليل العميق الذي يقلب الموازين ويتحدى المفاهيم التقليدية حول التغذية الصحية. يقدم الدكتور بيرغ تحليلا شاملا ومتعمقا حول أهمية اللحم الأحمر والبروتين في النظام الغذائي البشري مقدما رؤية علمية مدعومة بالأبحاث والدراسات. في رحلة استكشافية مثيرة يبدأ المحتوى بمقارنة تفصيلية بين المسحوق الأخضر واللحم الأحمر كاشفا حقائق قد تغير نظرتك للأبد حول نظامك الغذائي. المسحوق الأخضر يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين سي ووكي واحد والبيتا كاروتين بالإضافة إلى فيتامينات باء المتنوعة والمعادن الأساسية. كما يحتوي على المغذيات النباتية المفيدة للصحة. ومع ذلك وهنا المفاجأة الكبرى يفتقر إلى العناصر الغذائية الحيوية الموجودة في اللحم الأحمر. اللحم الأحمر وخاصة المتغذي على العشبي يحتوي على نسب عالية من الحديد والسيلينيوم والزنكي. كما أنه يحتوي على مضادات الأكسادة مثل الجلوتاثيون والكرموزيني والتي تلعب دورا مهما في منع عملية الجيليكيشن بمعنى ارتباط السكر بالبروتيني. يحتوي أيضا على دي ايتش اي وهو حمض ضهني أساسي للصحة. يكشف الدكتور بيرغ عن سر مذهل يتعلق بدور البروتيني في تحفيز إفراز هرمون الجيلوكاجون وهو هرمون أساسي في تنظيم مستويات السكر في الدم ومواجهة تأثيرات الأنسولين. هذا الاكتشاف كان حاسما في فهم سبب المشاكل الصحية المرتبطة بالنظام النباتي الصارم مثل الجوع المستمر وضباب الدماغ. يشرح الدكتور حقيقة مدهشة حوالي 30 إلى 35% من بروتيني الجسم هو كولاجين وهو ضروري للأربطة والأوتار والأنسجة الضامة. كما أن البروتين ضروري لتكوين أكثر من 74 ألف نوع مختلف من الإنزيمات في الجسم والناقلات العصبية والهرمونات وخلايا المناعة. يتناول المحتوى أيضا عملية الالتهام الذاتي أوتوفاجي وهي آلية طبيعية يقوم فيها الجسم بإعادة تدوير الأنسجة التالفة للحصول على مواد بناء جديدة. كما يشرح عملية تكوين الجلوكوز الجديد جلوكونيوجينيسيس حيث يقوم الجسم بتحويل البروتيني إلى جلوكوز عند الحاجة. في تحول مثير يناقش الدكتور بيرغ الفرق بين اللحم الأحمر واللحم الأبيضي، موضحا أن اللحم الأحمر يحتوي على الميوجلوبين، وهو بروتين يساعد في نقل الأكسجيني، مما يجعله مثاليا للرياضيين والأشخاص النشطين بدنيا. كما يحتوي على نسب أعلى من الحديد، مما يجعله مفيدا لمرضى فقر الدمي. يكشف المحتوى عن فرضية مثيرة تسمى تأثير البروتيني، التي تشير إلى أن الكائنات الحية تستمر في تناول الطعام حتى تلبية احتياجاتها من البروتيني. هذا يفسر لماذا يمكن أن يؤدي النقص في البروتيني عالية الجودة إلى الإفراط في تناول الطعام. يشرح الدكتور بيرغ بطريقة مذهلة كيف أن الماشية لديها قدرة فريدة على تركيز العناصر الغذائية من العشب وتحويلها إلى لحم صحين. يوضح دور الميكروبات في معدة البقر في تحويل الألياف إلى طاقة وبروتيني. وفي النهاية، يصل الفيديو إلى استنتاج صادم، البروتين هو أكثر العناصر الغذائية إشباعاً وله تأثير حراري مرتفع، مما يعني أنه يساعد في حرق السعرات الحرارية أكثر من الدهون والكربوهيدرات. كما يفند المفاهيم الخاطئة حول ارتباط اللحم الأحمر بالسرطان وأمراض القلب، مشيراً إلى عدم وجود دليل قاطع على هذه الإدعاءات، خاصة فيما يتعلق باللحم المتغذي على العشب. هذا التحليل الشامل والمثير يقدم رؤية جديدة ومدعومة علمياً تتحدى كل ما تعتقد أنك تعرفه عن التغذية، مع التركيز على الدور الحيوي للبروتين الحيواني في صحة الإنسان وأدائه. شكراً للمشاهدة.